أن يحقق ما يريد في هذه المباراة وهي تخرج على الأقل بكسب احترام وود أصحاب الأرض الكرة الآن لصالحهم ملعوبة طويلة إلى الأمام لمنطقة الجزاء الله برشلونة لا يحتاج لمزيد من الوقت من عجل أن يسجل عبر نجم الرأى بيدرو بيدرو يسجل الآن الهدف الأول في المباراة بيدرو الذي سجل هاتريك في المباراة الماضية إلى جانب برشلونة وبالمناسبة كان هو الهاتريك الثالث مع البرسا الآن يتقدم لبرشلونة في أول المباراة وفي أول دقيقة من المباراة في تمرير ذهبية عن طريق راكيجيا السلام وضع الكرة بشكل رائع جدا هنا التحرك السليم يأتي بالهدف السليم والكرة في الصميم يسجل فيها برشلونة الهدف الأول في صالحة ويتقدم أولا في المباراة البرسا بهدف رائع جدا عن طريق الرائع والمتجدد دائما بيدرو الذي يسجل أول أهدف البرسا في المباراة برشلونة لا يحتاج لمزيد من الوقت من عجل أن يرسل الفرحة للجماهير المكتب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ميسي الذي يظهر كسولا في بعض الأحيان ترجمة نانسي قنقر هدف رابع ويسجل رابعا لفريقه مع الدقيقة رقم 82 في هذه اللاعة بيدرو من افتتح التسليل هل يختتم بيدرو عند كرة عدة أكثر من لاعب صنع الكرة لكنها مقطوعة مقطوعة ترجمة نانسي قنقر أن يخلع معطف حتى من عجل أن يسجل النزال ينتهي بسهولة هكذا ينتهي بالنسبة لميسي الذي يتمكن من تسليل الهدف الخامس والثاني له شخصيا في هذا لقاء برافو على ميسي كنترول مذهل ثم الكرة بالقدم اليمين يسجل منها الهدف الخامس إذن بأحلى ختم تنتهي هذه المباراة هذه الموقعة في الأسبوع السادس عشر أيها السادات والسادة الأسبوع الذي لا يرى فيه ريال مادرين في